أيام بسيطة جدا بتفصيلنا عن حدث رياضي بعتقده في المقام الأول بينتظر كل الجماهير الأهلوية وبالتأكيد طبعا كل المصريين مشاركة النادي الأهلي في بطولة العالم للأندية الأهلي بين الكبار الأهلي بين العظماء ده عنوان كتبوا الفيفا على صفحته رسمية وعلى الأكاونت الخاص طبعا ببطولة كاس العالم للأندية بالإضافة طبعا لأكتر من مشوار بيقطع النادي الأهلي سواء في دوري أبطال إفريقيا أو في دوري العام المصري وعندنا حدث طبعا ما نقدرش ننكر أهميته وحدث مصر كلها بتنتظر وكاس العالم للأندية عشان كده كان لابد أن يكون فيه معنا الموسوعة الحقيقة واحد من أشهر النقاط الرياضيين وأيضا من أشهر المعلقين الرياضيين بشرفنا النهاردة دكتور طاري الأدوار ضيفنا في السادسة مسأخير يا دكتور طاري أهلا بيك أهلا بيك وأهلا بكل السادسة المشاهدين بفرصة سعيدة جدا بالنسبة لي حقيقة اتشرفت أنك أنت معنا النهاردة أنا أتشرف بيك دايما أهلا وسهلا بيك أنت كنت موجود مع الأهلي في علاقة على متشاط أعتقد برونزية العالم كاس العالم الأندية البطولة اللي احنا خدنا فيها البرونزية كان أحسن إنجاز لأي فريق أفريقي أو أي فريق مصري طبعا ما فيش في مصر لعب كاس العالم الأندية إلا الأهلي فكان إنجاز كبير جدا كانت الميدالة البرونزية قبل بقى مامازين بيحقق ميدالية فضية والرجاء يحقق ميدالية فضية والسد القطري لها الفرق العربية لكن لغاية وقتها كان أعلى إنجاز الميدالة البرونزية وعارف كنت سعيد كان فيه ذكرى كده كنت أنا مصاحب لفريق الآلي في مبارات كود ديفوار في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا اللي خدها للآلي بعد كده على حساب الصفاقس التونسي فكنت قاعد مع حساب بدري في الطيارة في نفس يوم إجراء القرعة طلعت عن نت إجراء القرعة قرعة تكسل عالم الأندية في نفس اليوم وليا القرعة طلع والتوروبوس القرعة الأهل الحمد لله طلع مع أوكلان سيتي في الدور الأول فالأهل إن شاء الله حيكسب يطلع الدور قبل النهائي حيلعب إنترناسيلا فريق ريزل شوية بتاع البرازيل فلو خسرنا إن شاء الله حنلعب على البرونزية مع كلوب أمريكا فحنكسب كلوب أمريكا وحناخد الميدالة البرونزية فبقول لي أنت جبت منين الحسابات دلوقتي الآخر كده والتورة أنا بقول لك بالمستويات بتاعتنا كده الوقتي هناخد الميدالة البرونزية فعلا بعديها بحوالي شهر الأهل خد الميدالة البرونزية نستنى قرعة تكاسة عام الأندية ولا تقول لنا من دلوقتي الأهل هيوصل لغاية فين ما هو القرعة ليه بقى القرعة هتتعمل إن شاء الله يوم 19 إن شاء الله اللي هو يوم الأربع التلاتة اللي زي بكرة إن شاء الله يعني يوم 19 يناير هتتعمل القرعة في ستة أندية خلاص معروفين مين نعم في انتظار بس بطل أمريكا الجنوبية أوكلان سيتي راح من غير ما يفوز باللقب لكن كان أفضل الفريق اللي عمل نقاط في المجموعات فصعدوا عشان هم البطولة أعتقد لم تكتمل عندهم عشان ما تكتملتش بالضبط أولسان هيونداي فاز ببطولة الكوري فاز ببطولة أسيا وأيضا طايجر أونال المكسيكي فاز ببطولة الكونكا كاف وفي أوروبا طبعا بايرن ميونيك ما لنجعوا بايرن ميونيك ولا بطل أمريكا الجنوبية لأن دول حيلعبوا في الدور قبل النهاية مباشرة فالقالح يلعب واحد من أولسان هيونداي أو طايجر أونال أو الفائز بقى من أوكلان سيتي مع الدحيل القطري الفائز منهم بصفته مستضيف البطول أحسن فريق نقابله هو الفائز من أوكلان سيتي والدحيل القطري في الغالب الدحيل القطري حيكسب صح هيبقى على ملعابه بس ده أحسن لأن أولسان أونداي عنده فريق ديناميكي جدا لقبة دنيا عالية جدا معروف عن فريق فرق كورية وسرعات وفريق طايجر أونال من الفرق القوية بس أنا أتمنى الفائز من الدحيل مع أوكلان سيتي هقولك من دلوقات إن لو ده يبقى الآهلي وصل للدول قبل النهائي يبقى بقى هيلعب مين هيلعب بايرن ولي هيلعب بطل أمريكا الجنوبية اللي هو في الغالب ها هيكون من بين بالميروس البرازيلي ريفر بليت أعتقد وسانتوس ها ليهب قال ميروس وسانتوس هو قبل النهائي بالميروس وسانتوس برازيل وريفر بليت مش فاكر بوكا جونيوز ريفر بليت وبالميروس وسانتوس وموكا جونيورس وفي الاعتم الارجنتين وفي الاعتم البرازيل بس الزهاب فريق طبعا بالميرس كسب بره ملعبه على ريفر بليت 3-0 يعني هلعب على ملعبه شبه مؤكد ان ده هيوصل النهائي نفس الكلام على ملعب بوكا جونيورس اتعادل ساندوس ففرصته في ملعبه اكبر يعني غالبا النهائي هكون برازيل برازيل خالص واللي هيوصل كسل عالم برازيلي برازيل بالظبط كده يعني هيبقى بايرن ولا فريق البرازيلي من الاتنين دول لو سألتني تلعب مين او يجي من سكتنالي الفريق البرازيلي احسن يعني ليه الكرة البرازيلية برضو يعني فنية زينا وهي قريبة شبه قوي بيداء الاهل الوقت صحيح وهي ده المطشط دي اللي من نوع تقدر تقول ايه اقدر اخطف يعني 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 ممكن فيه احتمالي انك تعف تخطف المبارك ممكن يكون لو عملنا كفتين ميزان ممكن تبقى كفة البرازيل طبعا اتقل شوية لكن ممكن يبقى فيه برضو تعاف الكرة ما فيهاش مستحيل لا لو بتقول بايرن ولا فريق من البرازيل لا انا بتكلم انه لو الاهلي وفريق بارميراس او سانتوس لا بس تقدر صح تقدر ليلة انك انت ايه الشغل الفني تقدر تتعامل معاه لكن اما يكون فريق زي بايرن عنده يعني حدس ولا حرج النجوم بتوع وعنده ليفندوفيس كده يعني ربنا يستر منه يعني فقدرات لعيبة خاصة جدا طبعا لكن لكن سانتوس او بايراس يقدر القالي يعني يخطف ويجري ويوصل نهاية شوف يا دكتور طارق خدتني على طول كده ودخلنا في كاس العالم من دي انا كنت عايز تقالك لو على كاس العالم اليد واحد من اهم الاحداث الرياضية اللي مصر بتستقبل بيها سنة جديدة وبتقدم صورة في الظروف طبعا انت عارف الظروف صعبة جدا واستثنائية جدا بيبر بيها العالم بسبب فيروس كورونا ورغم كده مصر الحقيقة بتستضيف يمكن البطولة الأكبر على مدار التاريخ كله 32 منتخب لأول مرة بيشارك في بطولة عالم لكورة اليد وما اعتقدش انه ده يحصل تاني حسب معلوماتنا اللي عرفناها اليومين اللي فاتوا انه بعد كده هيفضل 32 منتخب بيشارك بس دايما البطولة هتستضيفها دولتين او اكتر من دولة او اكتر من دولة يعني فيهمني اعرف طبعا رأيك في البطولة دي توقعاتك ليها ايه توقعاتك كمان للمنتخب المصري اللي بيلعب ببطولة على ارضه ممكن يوصل لغاية فن شوف بطولة كاس العالم لكورة اليد الحقيقة بطولة يعني لا ينظمها الا قدرات المصريين يعني مش عايز اقولك ان لو كتب بطولة دي حتى في اي حتة في اوروبا دولتي دخلنا في مشكلة ان ممكن البطولة تتأجل ممكن البطولة تتلغي ممكن يحصل مشاكل لكن مصر خادت على اعتقها حاجتين اولا انها تستضيف 32 فريق ده عدد كبير جدا زي كاس العالم الكورت القدم نفس العدد تقريبا فاثنين وات اخر نسخة كتا 24 كانوا بيتقسموا اربع مجموعات كل مجموع فيها ستة من الدور الاول لكن الاول مرة هيبقى تمام مجموعات كل مجموع فيها اربعة واللي هيصعد التلاتة الاوائل يعني مش اتنين تلاتة هيعملوا 24 يتقسموا مجموعات تاني تمام فطبعا نظام بطولة صعب جدا منافسة قوية جدا كل الدول الكبرى موجودة ثم التحدي الخاص جدا عند مصر انه زي ما استضافنا كاس الامم الافريقية في 2019 وانا اقولت ساعتها ان من الصعب جدا ان في دولة افريقية هتعمل اللي عملنا في 2019 حقيقي ملاعب والله مش بس افريقية كمان دكتور طار يعني الحقيقة انا فيه ناس كتير جدا قارنت وبدون مبلغة تنظيم مصر لبطولة امم افريقيا بكاس العلم في روسيا بالزبط حقيقي والله بكلمة انت مش مصريين فعلا وسائل وسائل اعلام دولية هقولك الحاجة انت عندنا ست ملاعب كالجاهزة بشكل ممتاز جدا في كاس الامم الافريقية نقصك ملعبين تجهزهم بنفس الدرجة دي تبقى كاس عالم بس الاهم بقى التحديات الخاصة في البطولة زي دي زي ما بيقولك الولمبياد ما قدرتش اليابان تعملها نتيجة فيروس كورونا وما كانوش يجرؤوا ان يقولوا كده الكلام دوت في ظل الاجراءات الصحية مصر قدرت تعمل اجراءات صحية سهارمة عملت البابل دي كلمة بابل دي الناس يمكن لسه ما عنداش فكرة عنها قوي انك انت كل المشتركين في البطولة يخشوا فقاعة كده مأفول عليهم من الملعب للفندق لكل حتة مفيش حد يخش عليهم ولا هم يطلعوا عند حد صحيح يعني مسا حتى الاعلاميين زي ما يلنا اللي حيخشوا يغطوا البطولة ملوش دعوا بقصرته خلاص هو دخل دخل الفقاعة اه خلاص ما يشوفش اهله بقى غير لما يخلعوا زيه زي اللعيبة زيه زي الجهاز الفني وكده فدي قدرات خاصة جدا عملتها مصر وان شاء الله بمناسبة البطولة دي خليني اقول انه في اشادة كتبت من المانيا حتى صحيفة بلد المانيا كتبت وقالت انه مصر بنت الملعب في زمن قياسي وده حقيقة انجاز واضافة جديدة للبنية التحتيارية في مصر وبمناسبة كلامك عن مقاومات استضافة البطولات الكبيرة انا بتقول لي كمان انه الموضوع موضوع ملاعب بس لا ده موضوع اقامة اتصالات بنية تحتية وده حصل فيه تفرة كبيرة جدا على كل المستوىات في مصر في السنوات الاخيرة لا شك ان انت ايه احنا عملنا مجمع الصلاة ده كان مجمع الصلاة ده كان سجن حربي انا فاكر كنت بعلق على مباراة في استيد القاهرة وانا طالع كان سجن حربي شايف السجن كده قدامي بعدها دخلنا كنت بفيش مباريات وكنا بنستعد لدورة الاعباب الافريقية ببص لقيت فجأة في خلال تلت شهور السجن الحربي بقى مجمع صلاة فيه اربع صلاة انا مش عايز اقولك انا حضرت بطولات عالم فيه ناس كتبتقولي من الاجانب بيقولي احنا لو عندنا صالة من دي نبقى ابطال عالم فيعني هي مفخارة فعلا وان شاء الله هنشوف الصلاة الاخرى سواء في العاصمة الادرية المدينة الرياضية في العاصمة الادرية خلينا نتكلم على مشوار الاهلي في دوري الابطال وده مشوار مهم جدا ويهم جماهير النادي الاهلي بالتأكيد عندك ارقام واحصائيات عن مواجهات وتاريخ طبعا مواجهات الاهلي مع الفرق المعافل المجموعة بس خلينا دكتور تاريخ اسمحنا نروح لفاصل سريع ونرجع نتكلم على مجموعة الاهلي في دوري ابطال الافريقية يبقى دوري ابطال الافريقية زي ما قلت لحضراتكم المشوار الأطول والأصعب الموسم ده صحيح كاس عالم عندي بطولة كلنا مستنيينها وان شاء الله نستمتع بيها لكن المحاك الرئيسي والمطشاط الصعبة وبطولة النفس الطويل هي دوري ابطال الافريقية خصوصا انك انت بتقابل ابطال القارة سيبك بقى من فرقة كبيرة وفرقة صغيرة سيبك بقى من مجموعة سهلة ومجموعة صعبة احنا استعرضنا مع حضراتكم المريخ وده وخلونا نسمع بقى رأي دكتور طاري الأدوار ضيفنا في السادسة اللي برحب به مرة تانية اهلا بيك دكتور اهلا بيك طبعا بطولة مهمة جدا اصبحت بطولة دوري ابطال افريقيا يعني هي بطولة جماهيرية كان يعني زمان كان بالنسبة للأهل الدوري يعني لو خدت كل حاجة وما خدتش الدوري دي مشكلة بالنسبة للنادي الأهلي يعني هو يعني بيلعب دايما على الدوري الدوري ده كان هي البطولة الجماهيرية البطولة المحببة الجمهور لكن الفترة نقدر نقول القرن الواحد وعشرين ده من سنة الفين لغاية النهاردة الفترة دي حصل فيها متغيرات كبيرة جدا لأن في مطلع القرن الأهلي ما كانش أكتر لديها فوزا باللقب بالبطولة دي كان عنده في سجله بطولتين بس بطولتين 82 لا أبطال دوري أبطال دوري كان عنده معهم أبطال كوس لا أبطال كوس لا أبطال كوس لا أبطال شامبيونز ليج بعد كده بالضبط فعنده اتنين بس القرن ده عمل نقلة كبيرة جدا من بدايته كده من 2001 هم العشر الأوائل فيه بصراحة هم البهاريس كلها صح العشر الأوائل كانوا سيطرة شبهة أبطال الأهلي على معظم يعني كوس دوري أبطال أفريقي بالضبط 2001 خدها الأهلي 2005 2006 2008 بس برضه العقد التاني ووصل للنهائي 2007 2007 يعني من عشر نهايات وصل خمس مرات نهاية خمس مرات نهاية لا وبعدين حتى العقد التاني اللي هو من من سنة 2011 لغاية 20 ما الأهلي خد اللقب في 2012 و2013 و2020 صحيح يعني خد ثلاث ألقاب برضه في العقد التاني ووصل لتنين نهاية قبل ما ياخد اللقب التالت يعني برضه وصل خمس مرات خد منهم تلاث مرات في في النص كونفدرالية ما تنساهاش أنا بأتكلم برضه على دور الأبطال يعني يعني ما انت لو كلمت هتكلم على الدوري ده الدوري من 2004 لغاية 2020 في 17 سنة الدوري كله خدوا الأهلي معادة مرة صحيح فدي يعني دي هي اكتساح شبه كامل لكن يبقى برضه بقول تاني وبكرر إن دوري أبطال أفريقيا لو جيت قبل الموسم اللي فات ده ما يبتدي كان بالنسبة للجماهير لأول مرة في التاريخ مطلب تاريخي لو انت قلت له أي واحد أي واحد أهلاوي في الشارع أي مدرب أي مسؤول هحدم من مجلس الإدارة تاخد إيه في البطارة دي يقولك الدوري أول مرة الجمهور كله والناس ومجلس الإدارة كله ما فيش كلمة إلا دوري أبطال أفريقيا كان معاندنا قصه برضه لا بالضبط عشان طبعا خسارة لدرجة أن أنا كنت في ليلة المباراة وكنا بنحلل تحليل محايد جدا لدوري أبطال أفريقيا كنت مع الكابتن هاني رمزي ليلة المباراة لإيه الفاينل لإيه الفاينل القضية ممكن لليته بالضبط كنا قاعدين وأنا حللت الزمالك والأهلي وإيه الفنيات هنا أعلى وإيه هنا أعلى وقلت أن فيه تقارب جدا وده ظهر في المباراة لغاية ما النادي الأهلي كسب بقدرات فردية زي ما قلنا كده لكن زي ما قلت أن البطولة أفريقيا دي دوري أبطال أفريقيا أصبحت هي نمرة واحد بالنسبة لكل من له علاقة بالأهلي في السنة اللي فاتت دي فبما أن الأهلي حقق لقب التاسع كانت فيه لقطة طريفة جدا بعض اللعيبة هم خارجين على الجمهور الأولي لللي كان حضر النهائي اللي هو يوم 27-11 العشرة يا أهلي يعني هم بيسمعوا اللعيبة ويدخلة أنت لسه ما خدتش نفسك بالتاسع يعني قد إيه الحماسة بتاعت الجمهور يقولون من العشرة فعشكده البطولة دي ليها رونة قاس جدا عند الجمهور الأيض خد بالك يا دكتور طار أنت في 2001 يعني لو كلمنا على الفايل الجديدة ما جمت تكلم على آخر 20 سنة 2001 اللي تولد في 2001 ويشجع كرة النهاردة عنده 20 سنة ما شفش غير سيطرة الأهلي على أفريقيا فبالنسبة له أنك تاخد بطولة أفريقية ده العادي وده الطبيعي إحنا ما نكسبش بطولة أفريقيا فاهم في جيل جديدة خلق ومعها طبعا وفكرة أنه تم استحداث بقى بطولة يعني إحنا زمان كنا بنلعب كاس أفرق أسيوية بطل أفريقيا النهاردة بقى في كاس عالم أندية بتروح بتشوف فرق كبيرة بتلعب مع ريال مدريد وباير ميو كل ده الحقيقة برضو غير من ثقافة الجماهير شوي طبعا ما فيش شك البطولات بص نقل التلفزيوني قرب الدنيا جدا بقيت أنت تقدر بمونتها البساطة يعني أنا كنت بكتب أخبار عن الفريق الأخير اللي حيوصل لكاس عالم أندية سانتوس وفالميرس ومعاهم بوكا جونيورز وريفر بلات لا الناس اتفرجوا على اللعيبة يقولك شفت اللعيب فلان فلاني على السوشيال ميديا يعني الناس حفظت أسام اللعيبة وعرفت مين هنا ومين هنا بيتكلموا على أسيا كل الناس متابعة نادي أولسان ويوندار فكل الناس بتتابع كل حال فأرجع لدوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أفريقيا السنة دي يعني دايما أنت مع التصنيف اللي تقالي الأول بس أنه الأهلي مجموعة سهلة وفي مجموعات تانية صعبة والقرع خدمة الأهلي ولا شايف أنه البطولة بيبقى لها بطولة دوري الأبطال وخصوصا أنه الفرق اللي بتلعب الأهلي السنة دي يعني دايما الأهلي مرشح قوي للفزب البطولة لكن أنت النهاردة بتلعب حمل اللقب وبالتأكيد ده بيأثر في حساباتك أه طبعا ما فيش شك بص حاولك الأحد لازم أقول كلمة الأول هي اللي في الكورة كلمة الكورة أن أنت بتقول توقعات وترشيحات ليس من خلال المستويات التاريخية للفرقة دي يعني مش بعبر أقول إيه فيتا دا كان إيه ولا المريخ كان إيه ولا مثلا مازينبي اللي في المجموعة التانية كان إيه لأ أنت بتتكلم على المستويات الحالية المستوى الحالي للفرقة وضعها إيه في أفريقيا في أفريقيا متغيرات كتير جدا لكن يظل يبقى الأسماء الكبيرة في أفريقيا اللي هي بنسميها إيه الترديشنال فورسيز أو القوى التقليدية في القارة اللي هي مثلا تقول الوداد والرجاء والترجي والأهلي والزمالك ومازينبي وصانداونس اللي هي الفرق اللي دايما موجودة حتى لو وحشة موجودة أما في بعض فرق بقى تظهر وبعدها تختفي تماما تروح خالص أدراج الرياح وبعدها ترجع تاني بعد سنين يعني فين كانون يا ويندي فين عشان تكوتوكو فين عشان تكوتوكو خرج من اللي بطول يعني فين الأسماء دي اللي كنت بتشوف كوتوكو دا موجودة على طول والرجاء خرج كمان من النسخة دي بس إيه بتحصل استثناءات لكن أنا أتكلم إيه في قوة تقليدية دي ما بتتغيرش مع الزمن وفي قوة بتختفي خالص ويظهر مكانها قوة تانية كنا بنسبع عن هارتسفوكو اختفى كوتوكو اختفى صحيح هارتسفوكو اختفى خد البطولة دا أول فريق يحتفظ باللقب مدى الحياة أما خده تلاتة واثنين وسبعين وخمسة وسبعين وسبع وسبعين بعد سبع وسبعين اختفى يعني فريق خد ثلاث مرات فيه فرق كتير اختفت كانون يا ويندي بتبعى طفرة وتنتهي يونيون دوالة يعني فرق كتير جدا فيبقى الأمر إيه أما بنقول الترشيحات دلوقتي بنقولها من خلال المستويات الحالية من خلال المستويات الحالية الآلي وقع ربما في أضعف مجموعة تمام ممكن أما تنطلق المباراة نلاقي شكل تاني بس فعلا الآلي وقع في مجموعة في المتناول بالصدفة بقى الثلاث فرق اللي وقعوا مع الآلي هم الفريق التاني في دولته يعني إيه المريخ وراء الهلال المريخ وراء الهلال في الألقاب تلاقي مثلا إيه المريخ خد 27 دوري المريخ 21 تلاقي الفريق الضائل جدا بين سيمبا وبين يونج أفريكانز دول أقرب فريقين في التنافس على دوري في أفريقيا تخيل الفريق بينهم بسيطة يعني يعني ده 21 لقب وده 22 لقب يعني يونج أفريكانز وسيمبا ده 21 لقب وده 22 لقب شوف فرق لقب واحد بينما مثلا مازينبي وفيتا برضو 14 لقب لـ 17 فرق ثلاث ألقاب وفيتا في المركز الثاني الثاني مازينبي هو ومازينبي وفيتا الثاني بعد مازينبي والمريخ الثاني بعد الهلال وبرضو نفس الكلام سيمبا بعد ينجأ أفريكا بفرق لقب واحد مين المنافس المباشر للأهلي في المجموعة ومين المنافس المباشر للأهلي على البطول من وجهة نظرك بص بالنسبة للمجموعة إن شاء الله بالنسبة للمجموعة إن شاء الله يعني هو الأهلي وفيتا كلاب هم الأقرب للتأهل لأن المريخ ليس في أفضل حالات الوقت رغم أن المريخ ده خد كاسكووس قبل كده سنة 89 رغم أنه وصل لنهائي الكونفيدرالية رغم أن المريخ كان موجود في نسخ كتيرة على مستوى المنافسة حتى لو كانت الكونفيدرالية في 2007 وصل نهائي يعني موجود في ساحة المنافسة دايما لكن مستوى دلوقتي لا يؤهله إنه لا يطلع ولا ينافس في قادم المسابقات يعني في دور التمانية دمعني أنه ضربة البداية بالنسبة لأهلي إلى حد ما هتكون سهلة نسبان خصوصا أن المباراة هتكون هنا في القاهرة الميزة عند الأهلي مستين أولا أنه بيلاعب فريق مش هو الفريق القمي في بلاده زي ما قلنا الثلاث فرق هم الثاني في المستوى بعد فريق بيفوز بالألقاب عنده أكتر في بلده لكن في حاجة تانية كمان تسلسل المباريات ده مهم جدا فيه مدربين ما يهموش يقع مع مين قد ما يهمو تسلسل المباريات الفرقة مثلا اللي جاية بادية موسم جديد يقولك أم معه في الأول كده أول ماتش مثلا يقول الأهلي مع مازمبي ولا الزمالك مع سانداونز بتبقى الموقف صعب جدا بتلاقي صعب جدا أنك تواجه فريقتي إيه فأنا شايف أن تسلسل المباريات يخدم الآلي أول ماتش في المريخ وفي القاهرة يبقى إذن إن شاء الله ثلاث نقاط تبقى سهل أن أنت توصل ليه تاني ماتش برا ملعبك مع سيمبا وسيمبا برا ملعب الآلي يعني المواجهة الوحيدة يمكن خسر هناك اثنين واحد أو اتعادل اتعادل وجي فاز اثنين واحد في القاهرة يعني مخسرش برا في ملعب سيمبا سيمبا منشمل فرق التقيل على ملعبها يعني ممكن الآلي يتجاوز وكمان ممكن يكسبه يجي الجولتين الثالثة والربعة مع فيتا هيكون الأول فيتا هنا الأول من الثلاثة اللي في الدور الأول في ملعبه وسهل ان هو ياخد منه من ست نقاط والعودة حتى حيلعب مع فيتا الأول برا ملعبه وبعدين مع المريخ برا في السودان وآخر ينهي في القاهرة يبقى حيبتدي في القاهرة وينهي في القاهرة يبقى اذا دي كلها عوامل بتخلي النادي الآلي مرشح للفوز اقوى مجموعة من وجهة نظري أنا على الإطلاق هي المجموعة التانية اللي فيها مازمبي طبعا مازمبي موجود على الساحة وفاز باللقب في آخر عشر سنوات موجود ومرشح بقوة وسان داونز اللي خاد اللقب لسه لغاية 2016 خاد اللقب وموجود في أدوار متقدمة في النسخ اللي بعد كده وفيه أيضا الهلال السوداني اللي هو أفضل من المريخ الهلال دايما من الفرق الريزلة جدا في أفريقيا وارهقنا الحقيقة بالزبط لو تفتكر واحد واحد بصعوبة ودول مجد أفشا وكان مباراة كان لازم الأهل ما يخسرش لو كان خسر شوف اللقب اللي خده ما كان طلع من المجموعات وأخيرا بقى بلوزداد الشباب بلوزداد كفريق شمال أفريقي طبعا فريق تقيل برضو فدي المجموعة الأصعب النيرية مجموعة الزمالك التانية في القوة ويزيد من قوتها إن هي ثلاث فرق من شمال أفريق دايما مطشط شمال أفريقيا بيبقى يعيب شوي غير الكورة في حتة تانية نفسية كده بتبقى طب شايف مين الفرق اللي هتنفس الأهلي بدوري أبطال السنة يعني مين الفرق المرشحة من وجهة نظرك للحصول على اللقب أنا حقولك أربع أندية هي الأربع أندية دي في محيط المنافسة على اللقب دوري أبطال أفريقيا السنة الأهلي والزمالك طبعا من مصر طرفين النهائي الأخير وهم اللي يعني أقدر فرق بخبرات اللعيبة اللي عندهم اللي هم يكملوا في البطولة دي الأهلي والزمالك بعديهم من وجهة نظري أنا مازينبي وصانداونز مش كده قلتك المجموعة التانية صعبة لأن فيها الاتنين مازينبي وصانداونز وفي الغالب اللي التانية هيطلعوا من المجموعة دي دي دول الأربع فرق اللي أنا من وجهة نظري الأقرب للمنافسة الحقيقية على دوري أبطال أفريقيا السنة ممكن نشوف أهلي والزمالك تاني في النهاية ممكن طبعا ممكن طبعا ما لم ييجوا في مرحلة مبكرة كان ممكن ييجوا في مجموعة واحدة لأن الأهلي كان في المستوى الأول فكان رأس مجموعة والمستوى في التاني نفدوا من أنه في مجموعة واحدة لكن وارد جدا الأرعب تبقى مفتوحة في دور التمانية فممكن جدا أول أول أي مجموعة يلعب أي تاني مجموعة فممكن في هذه الحال الأهلي والزمالك يلتقوا بداية من دوره الثمانية ممكن حتى لو ملتقوش في دوره الثمانية يلتقوا في الدور قبل النهائي يعني ممكن يلتقوا في الدور الثمانية أو قبل النهائي أو النهائي نتمنى يكون نهائي تاني يعني شيء يفرح مصرين كلهم أنه برضو تاني مرة على التوالي ونتمنى برضو النهائي يكون أحمر وأهلا في النهائي خلينا نروح معك شوية للدوري السنة والدوري السنة دي كتير من التوقعات والبدايات اعتقد برضو اكدت التوقعات دي انه يبدو انه دوري مختلف دوري غني دوري دسم دوري هنشوف فيه منافسة دوري هنشوف فيه اكتر من فريق بصرف النظر عن منافسة على اللقب لكن اكتر فريق هيقدم مطشط كويسة وبالتالي تبقى فيه مطشط صعبة ما نشوفش الاريحية الكبيرة للأسماء اللي تعودنا عليها بتكسب بتكسب طول الوقت شوفنا حتى الفرقة اللي بتطلع من درجة الاولى بتقدم عروض كويسة ويمكن منها البنك الاهلي ومنها كريوباترا ومن برضو الغزل يعني ما قدرش اقول انه الغزل ما قدمش عوراء اعتماده لا الحقيقة برضو عنده فرقة محترمة رؤيتك للدوري ايه السنة دي وشايف ازاي فيه شكل المنافسة بص هو اكتر حاجة بتديك انطباعنا دوري السنة دي مختلف خالص عن الدوريات اللي فاتت هو المنافسة تواجد الفرق اللي هي المستوى الحقيقي ده نمرة واحد نمرة اتنين ان انت لا يمكن لو فريق الاخير الوقت بيلعب الاول لا يمكن تتوقع نتيجة ممكن المباراة تبقى صعبة جدا على الاول الدوري هو بيلعب الاخير ممكن تبقى فريق التالت مثلا بيلعب فريق من المهددين بالهبوط ورغم ذلك تيجي مباراة فيها منافسة قوية جدا فمن الصعب جدا التوقع لأي شيء في الدوري ده بالذات لان انا كنت بشوف ودي وانا بقولها لك مثلا واحنا في قناة الالي الدوري المصري من كتر اكتساح الالي ليه اصبح بطولة غير صحية يعني بطولة يعني مش غير صحية يعني بطولة انما تقول ان 70% لألقاب لفريق واحد دي بطولة ما فاش تنفس خالص حتى صاحب اللقب او جماهير صاحب اللقب فقدت يعني مش عايز اقول استمتاحها فقدت الاحساس بلزة البطولة الشيء برضو لما بيبقى متاح طول الوقت قدامك انت غزبا عنك مش عايز يعني بطرق على النعمة لكن يعني النهاردة الاهلاوي لما بياخد الدوري ما بيبقاش فرحان قوي لو جي حد من اي فريق تاني مش هقول اسمعش ومحادش يزعل بس فرقة بقالها على 50 سنة ما خدتش الدوري فازت بلقب واحد هتبقى الدنيا مقلوبة انت بتقول حاجة انا يعني عشتها بنفسي كنت انا بعلق على مباراة الاهلي وسموحها اللي هي كانت المباراة الفاصلة في الدورة الرباعية بتاعت 2014 موسم 2013-2014 هو الموسم الوحيد في السنوات الاخيرة كلها اللي كان فيه دورة رباعية نهائية لتحديد بطل الدوري الاهلي بقى كان واخد الدوري من ايه من 2004 لغاية السنة دي الاهلي بس هو اللي موجود على الساحة حتى لما المسابقة لغت مرتين كان الاهلي هو اللي متصدر مجمواته وكان الاهلي هو اللي موجود في الدورة الرباعية اللي المفترض انها كانت تلعب فالاهلي تعادل مع سموحها واخد الدوري انا كنت بعلق على المباراة راجع بقى من الملعب وسائق العربية ابص كده حواليا ان انا لقي اي معالم لفرحة مفيش خالص 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 بالمرة بقى العادي اه تعالى بقى بص على لما الاهلي فقد الدوري 2014-2015-2016 لما الاهلي راجع الدوري تاني واخد الدوري الدنيا تقلبت والجمهور في الشوارع وبتاع لانك انت خسرت اللقب مرة فقدتوا بالزبط وبعدين شوف السنة الموسب اللي هو القابل اللي فات لان اللي فات ده الاهلي خلصوا قابليها 3 شهور الموسب القابل اللي فات اما كانت زمالك متقدم ب28 نقطة والاهلي عمل اوفرلاب وكسب الدوري كمان بفرق 8 نقاط بس كان لغاية اللحظات الاخيرة لغاية ما كس الأمم تخلصت كان فرق نقطة يعني ده يكسب او ده يكسب والاهلي يكسب الدوري بفرق 8 نقاط ويعوض الفرق الرهيب ده شوف فرحة جمهور الاهلي لأنه حس قال لك ألز دوري في القرن العشرين متعة المنافسة بتدي قيمة للشيء لما تبقى حاسم البطولة من بذي وحاس أنك أنت تغرد خارج السرب زي ما بيقولوا حتى وإن حققت البطولة إلى حد ما استمتعك ولزة الإحساس بالإنجاز بتبقى مزاي لما يكون في حالة الصراع وحالة أنك تحس أنه الأمل بعيد جدا وأنك تيجي من مكان متأخر جدا تعمل الإنجاز ده وتوصل للحزة التتويج بالتأكيد أحساسك بها بيبقى مختلفة دكتور طارق طبعا طبعا ما فيش شك ده اللي أنا بقولك عليه عشان كده متوقع السنة دي بقى فيه السخور هي دي سخور يعني السنة دي اللي حيفوز بالدوري وحنا بنتكلم بدري قوي يعني اللي حيفوز بالدوري حيبقى فريق حيبسط جدا حيفرح جدا حتى الأهل لو فاز بالدوري الصعب ده حيبقى جمهوره فرحان أكتر مثلا من دوري السنة اللي فاتت اللي هو كنا بنتكلم سبع أسبيع وكان قبلها حتى يعني ده كان الكورونا جات قبل نص الدوري وكما لو كان الناس اللي مش عايزة الدوري يرجع عشان أهل بيفوسش به كما لو كان الأهل فاز بالدوري وكان في الأسبوع السبوع السبوع وهو الاحتمال الأكبر أنه الدوري ده لما كانش كامل للأهل ولا الزمالك ولا بيرمتز كانوا وسطه نهائيات البطولة الأفريقية مصبوط هو ده كلام اللي أنا قلته الكلام ده اللي أنا قلته هنا في قناة الأهل قلت أن عودة الدوري هي اللي خلت الزمالك يعود بهذه القوة ويفوز لقاء زهاب وعودة على الرجاء خلي الأهل يفوز زهاب وعودة على الوداد خلي الأهل وزمالك يوصلوا للنهاء الأفريقي خلي الأهل وزمالك يبتدوا البداية دي حتى بداية الدوري السنة دي مختلفة عن السنوات اللي فاتت حس إن بداية الدوري كده مستوى أكننا في نص الموسم مش زي البداية بمناسبة كلامك عن فرحة الجماهير تسمح لي أطلع بره المسابقات والكورة شوية وأخذ رأيك أنت طبعا بتتكلم كورة وبتكتب كورة وبتعلق كورة بقالك فترة طويلة وشاهد على عصول كتيرة جدا وشاهد على إنجازات كتيرة وبالتأكيد تقدر تقايم وترصد إيه اللي حصل للجماهير يعني أنا بشوف إنه طبعا السنوات الأخيرة لأسباب كتيرة ومختلفة فضية المدرجات وبالتالي ما بقاش عند الجمهور اللي بيحب اللعبة وبيحب فرقه المساحة والمتنفس إنه يشجع وإنه يكون موجود في المدرج وإنه يعبر عن نفسه ويعبر عن رأيه واتنقلت المساحة دي أكتر لمساحات السوشال ميديا ومع ذلك ما السوشال ميديا أنت عارف بقى ركوب الترند وعارف حرب الإشعاية وعارف الحرب النفسية من وجهة نظرك ده إزاي أثر في جمهور الكورة؟ ده موضوع كبير قوي يعني عارف عايز تلات أيام توقع تتكلم فيه بس إحنا من أمنيين تتكلم عن موضوع ده من بره كده السبب الأساسي في المشكلة عدم حضور الجماهير للملعب لأن مهما كان الجمهور بيفرغ طاقته في الملعب وخلاص خلصت الماتش فرغ طاقته بقى روح بقى مبسوطه أو زعلان أيا كان خلاص خلصت الليلة لكن إنت قاعد بتتفرج جنب كوباية الشاي وقعد تلفزيون ولا قاعد فالدنيا مكملة معاك بقى يعني الدنيا خلصت وإنت مطلعتش الطاقة بتاعتك لأنك إنت قاعد في البيت على الكنبة كده مجدوع غير زمان الجمهور أنا كنت بقول زمان بعض المشجعين كان بيبزل مجود أكتر من اللعب 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 فعلا الجمهور كان بيشجع وطاقاته كلها بتطلع ودي على فكرة من ضمن الحاجات الأهم عناصر الرياضة إن أنت الجمهور الرايح بشجع ده بيطلع الطاقات السلبية لجواه بدل ما يقع على قهوة ويشرب حاجة بدل ما يروح في حتة ويعمل حاجة والله وبيطلع الطاقات الإجابية لجوا اللعيبة نفسهم كمان يا دكولتار مزبوط فاختل ميزان خلي بالك برضو الجمهور وقعت شايف الملعب حتى هو شايف اللعيبة مع بعضها غير لما هو بصص على التلفزيون كده شايف المخرج مثلا اللي مش زاكي قوي اللي يجيب لك لقطة ده بينغز ده وده بيعمل ده فبتصير التعصب وكمان كلمة واحدة ممكن تقلب المواجع وتزيد التعصب وتقلب السوشيال ميديا كله وكلام ده اللي انت لسه بتقوله لان السوشيال ميديا كلها عمرها أصلا في عالم الرياضة العشر سنين الأخيرة ففي العشر سنين الأخيرة مفيش جمهور وفيش سوشيال ميديا فالحاجتين وحدة سلبية وحدة سلبية برضو يعني وحدة سلبية انه مفيش جمهور وحدة سلبية انه ده خلنا غول اسم السوشيال ميديا ودخل ضمر الدنيا كلها صحيح بس انت داخل شايف الناس ويا داخلها وشايف الاعلام وشايف الناس ويا بتحب بعضها وشايف الناس ويا بيجيب سندوتش كده حياكلوا. ده غير خالص وانت قاعد في البيت وتقطك ما خرجتش فبتطلعها في الحاجات السلبية اللي بتزرع السوش. صحيح. والله ده محتاج لي اتناش بس انا اهم حاجة اقول برضو للناس لانه موضوعاتنا النهاردة اللي طرحناها مع دكتوركت كتير جدا في وسط ما احنا الحقيقة يمكن في زحمة احداث رياضية مهمة جدا سواء الاهلي في بطول الدولي الابطال او في كاس عامل اندية او استضافة مصر لكاس العالم لكورة اليد. كان نفسي جدا وقلت له ده على فكرة في بداية الحلقة انه اكلمه في واحد من اهم المحاور بسواء عدني نعمل لها حلقة مخصصة وهي التعليق الرياضي. ان شاء الله يكون لنا الحظ ويكون لنا فرصة لقاءك مرة تانية دكتور تاري ان نتكلم فيها انت واحد طبعا من اكتر المعلقين الرياضيين تميزا ودي حاجة احنا للأسف شديد جدا او بتهالي يمكن الاجيال الجديدة تكون حاسة بها مفتقدينها الى حد كبير في ظل برضو العولمة وفي ظل الفضائيات العربية بقينا بنسمع مدارس كتير جدا ويلا حد ما تراجع مش عارف ليه المعلق المصري لكن يهمني اتكلم معك في ده لان فيه اصول محتاجين نقدمها للناس وفي قواعد اعتقد انه شيئنا ما بينه لابد انها يعني يجب اتباحها في المجال ده بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا دكتور تاري الله يخاليكم تشكرين جدا كل التوفيق لنادي الاهلي استنادي كل الاندية المصرية في البطولات الدولية سواء الزمالك او بيرامدز او الاسماعيلي النهاردة في البطولة العربية ان شاء الله بإذن الله مرة تانية بكرر شكري وتقديري جدا لوقتك اللي قضيتم معنا النهاردة وان شاء الله نتقابل قريب في السادسة شكرا لحضراتكم على المتابعة بكرة ان شاء الله هنتابع معاكم مطش الاهلي والانتاج الحربي ان شاء الله يكون لقاء ممتع لكل جماهير نادي الاهلي اللي بتوحشها فرقتها من مباراة المباراة ونرجع نقابل حضراتكم بحلقة جديدة ان شاء الله والسادسة تحياتي ليكم